اهلا بكم في اخبار الرياضة تقدم المنتخب الوطني الاول لكرة القدم الى المركز الثالث والخمسون في تصنيف المنتخبات العالمية الصادرة اليوم لشهر سبتمبر لعام 2017 اجه المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الاسيوية متقدما ست مراكز عن تصنيف شهر اغسطس الماضي بعد فوزه على لبان وتأهله لنهايات كأس العالم بروسيا في ختام تصفيات الاسيوية الموهلة الى كأس العالم من جانبه تواترت انباء عن توقف المفاوضات لتجديد عقد المدرب الفني للمنتخب الوطني فان مرفيك مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وبات التوصل للاتفاق جديد يمر بعدة تعقيدات وكان المدرب الهولندي قد انتهى عقده بانتهاء لقاء الأخضر مع منتخب اليابان هذا وتحدثت الصحف الهولندية عن اتفاق اندهوفن الهولندي مع المدرب فان مرفيك لإدارة الفرهقة وعد رئيس هيئة الرياضة تركيا للشيخ بمائة ألف ريال لكل لعب هلالي حال تجاوز الفريق الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ثمن رئيس مجلس دارة نادي الهلال الوقفة الكبيرة من الهيئة العامة للرياضة والدعم الكبير من تركيا للشيخ مبينا أن وقفته خلف من يمثل الوطن في المحافل الرياضية أمر غير مستغرب ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة في دعم قطاع الرياضة والشباب متمنيا أن يوفق الفريق في تحقيق الهدف المنشود والتأهل إلى النهائي خطف نادي القادسية فوزا غاليا على مضيفه الاتفاق في الوقت القاتل بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب استاذ الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مباراة الجولة الثالثة من دوري جميل حيث افتتح البرازيلي بيسمارك التسكيل لفريقه القادسية عند الدقيقة السادسة من عمر المباراة وفي الشوطي الثاني تمكن ريدريغو من تسكيل هدف التعادل للاتفاق من ضربة جزاء وفي الرمق الأخير من زمن اللقاء خطف عبد الرحمن العبيد هدف الفوز الغالي للقاتسية تستكمل لقاءات الجولة الثالثة من دوري جميل غدا الجمعة بإقامة ثلاث لقاءات حيث يلتقي الفتح مع الرائد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ويواجه الشباب صاحب المركز السابع بثلاث نقاط ضيفه الباطن وتصدر الترتيب بستة نقاط على ملعب استاذ الملك فهد الدولي بالرياض فيما يواجه الفيسلي صاحب المركز التاسع بثلاث نقاط مع الاتحاد صاحب المركز الثامن بثلاث نقاط على استاذ مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة حيث يلتقان حليل شكرا